تفاصيل بالتأكيد هعرفها من خلال لازمنا محمد ده توفيق موفد قناة الاهلي اللي موجود حاليا في مقر إقامة فريق الاهلي في برج العرب استعدادا ليخوض آخر مباراة في الدوري العام محمد مسائل فل ازايك؟ السلام الخير زميل عزيز محمد تحاتي ديك وكل مشاهدة قناتنا ديك في كل مكان طيب بعيدا بقى عن الأجواء اللي احنا شايفنا في اللجان والمصابقات في مصر والتحكيم والموضوعات اللي كنت بتكلم فيها وانا شايف الابتسامة بالتأكيد يعني بينا على وشك يعني أخبار الفريق ايه في القوتيل والنهاردة في مجموعة جديدة من اللاعبين ممكن نشوف عدد كبير من لعبي قطاع الناشين ما يقرب من حوالي 6 لعبين في ظل إعطاء حوالي 12 لعب أجازة حتى غدا بإذن الله استعدادا بقى لمطشاط الكاس في الفترة اللي جاي بإذن الله محمد يمكن زي ما انت قلت 12 لعب يعني من اللاعب الأساسيين في راحة تم يعني تعوضهم ب12 لعب نتكلم بداية من موليد 2001 2002 2003 4 5 كل دول موجودين في المعسكة النهاردة ممكن كمان من المفارقات النهاردة إنه عندنا 2 أشقاء موجودين في قائمة المباراة محمد محمد أشرف موليد 2001 وأحمد أشرف كمان شقيقه موليد 2003 تعتقد دي من المرات والقالة بقنا سنين كتير جدا ما شوفناش 2 أشقاء بلعبوا مع بعض في النادل أهلي أو في قائمة نفس المباراة اتمنى التوفيق طبعا للجميع والنهاردة يقدوا أداء أكثر من رؤية ويكونوا عنده حص نظام الجهاز الفني ممكن طبعا فيه فصل تامي محمد ما بين فريق الكرة وما بين أي حاجة محيطة في المنظومة به لا فريق الكرة مركز جدا ممكن زي ما تكلمنا مبارح كان تدريب وحيد وهو بس خضل فريق استعداد المباراة المصري ممكن كان تدريب قوي جدا كل اللاعبين كانوا حرصين على نيل سقط الجهاز الفني هما يكونوا موجودين النهاردة في المباراة ممكن كمان محمد عبد المنقم موجود الحمد لله في المباراة النهاردة تم استحابه ضمن الواحد وعشرين لعب لسفره بالأمس إلى هنا مدينة بورج العرب موجود مع الفريق وإن شاء الله كمان طبقا لرؤية الجهاز الفني والطب يكون موجود مع بقية زملاء وخلال المباراة بإذن الله بالتأكيد محمد طالما اللاعب موجود في المعسكر فهو سليم من الناحية الطبية بالنسبة 100% ما فيش أي اجدال في كده إن شاء الله التوفيق كل جميع اللاعبين سواء اللاعبين القبار اللي كانوا موجودين في الفريق من قبل أو كمان مجموعة كبيرة جدا من الناشئين يعني شايفين النهاردة لعبين موليد 2005 محمد زعلوك مهاجم الفريق موجود النهاردة 2005 ده أصغر العناصر الموجودة في فريق النادي الأهلي وغيره كتير جدا من اللاعبين سواء موليد فريق 2005 أو كمان موليد 2004 و2003 عالت كبير جدا من اللاعبين إن شاء الله نتمنىهم التوفيق النهاردة ويكون مجموعة منهم ظهرت بالفعل الموسم الماضي مع مستر بيتسو موسماني فيه ماتشارات كاسر ربطة وكمان إن شاء الله يكون فيه مجموعة جديدة النهاردة نشوفها لأول مرة وبإذن الله يكونوا عنده حسن ظن جماهير النادي الأهلي كل فريق محمد عطول 10 مساء نبارع كان موجود في مندق الأقام بعد على طول العشاء كله خلد للراحة النهاردة بدئين البرنامج من بدر جدا 11 صباحا كان الإفطار 12 ونصف طبعا الفقرة اللي تعودنا معها على مستر مارس الكولر على طول بقى فيه تدريب خفيف هنا في فندق الأقامة من بعده كان الغداء فيه تمام الرابعة والنصف ويمكن على طول بعد دقائق فيه تمام السادسة والربع يكون المحاضرة الفنية وآخر بقى يعني الرطوش الأخيرة على خطة المباراة وإزاي مستر مارس الكولر هيبدأ النهاردة وإزاي هيلعب كل ده إن شاء الله يبقى في المحاضرة الفنية ومن بعدها هتقول هنتحرك لملعب مباراة ستاة برج العرب اللي بيبعد بالزبط محمد هنا عن فندق الأقامة 10 دقائق بالزبط طبعا يمكننا يعني كحال كل أرجاء مصر درجة الحياة هنا عالية جدا نتمنى إن شاء الله مع بداية المباراة يكون حدة الحرارة أقلت شوية ملعب برج العرب طبعا نحدث على حرج على أرض يوتو يمكن دايما بيظهر بصورة أكثر من رئاة إن شاء الله نتساعد الفرئتين النهاردة نشوف مباراة ويسا والتوفيق يكون فعل النادي الأهلي طبعا تقم تحكيم النهاردة بقلالة محمد معروف نتمنى لهم كوان التوفيق بحيث إن كل الحاجات زي ما أنت قلتها محمد كل يعني العناصر المختلفة في المنظومة كل واحد يقض دوره عشان ده للصالح العام ونقدر نشوف مباراة ويسا وكل فريق ياخد حقه ما عندناش مشكلة أهم حاجة كل الناس تكون فيه عدالة فيه حيادية في كل شيء والحكم زي ما نقول في الآخر للملعب إن شاء الله كمان يكون التوفيق معفرية النادي الأهلي ويكون هو الليل الغلب النهاردة في الملعب ويصدر الستطارة على موسم طويل جدا يا محمد طبعا النادي الأهلي توج فيه باللقب 43 لبطولة الدولة العام ولكن أعتقد اللعبين محتاجين للراحة كل اللعبين يعني يمكن للراحة مؤقتة بس كده لمدة أربع أيام للمجموعة الأساسية إن شاء الله هيرجع عشان يكملهم برات الكاز وبإذن الله من بعدها إن شاء الله يكون لهم راحة كافية قبل بدء موسم مهم جدا هو موسم مليء بالبطولات نتمنى إن شاء الله طبعا زينا زي كل جمهور النادي الأهلي إن نحقق أفاها برضو العلامة الكاملة ويكون التوفيق مع النادي الأهلي الأجواء هنا أكثر من رائعة منتهى الهدوء هنا في المعسكر دائما معسكرات النادي الأهلي محمد وانت كنت واحد من الزمالية اللي دائما كانوا موجودون في معسكرات كتيرة جدا بتبقى معسكر نموذجي كل الأجواء مهيئة لللاعبين إن شاء الله إنهم يقعدوا تسعين دي على أعلى مستوى ويحققوا كل الطموحات جمعين النادي الأهلي في كل مكان بإذن الله طيب أبرز اللاعبين اللي ساعدين يا توفي لو معاك الأسماء بالمراكز يعني ممكن النهاردة الجهاز الفني من خلاله يعني متابعيتك الأعرب حتى للمشاركة والنقطة التانية علي لطفي مصطفى شبير يعني بقى فيها تساولات كتيرة مين ممكن يبدأ بما إنه قريب من الجهاز الفني فشايف يعني وجهة النظر الفنية بتقترب من مين في الحداشر اللي هيبدأه مباراة النهاردة بس حالة لشنا نتكلم بمنتهى الصراحة مستر مرسل كولر استحالة تعرف لفي دماغه يعني دائما أنت حالة حسابات وشايف التدريبات ومتوقع أنه يعمل حاجة معاناة في المشاركات تلاقي بيعمل حاجة مختلفة تماما ولكن طبعا زي ما قلت لك الثلاث حراسين الموجودين علي لطفي مصطفى شبير حمزة عليها أعتقد الأعرب للبداية النهاردة هيكون علي لطفي بإذن الله رب العالمين طبعا القرار النهائي طبعا لمستر مرسل كولر لكن المجموعة يمكن خلينا أعرف بقى جمهور النادي الأهلي بالمجموعة الموجودة كمان كلها في المعاصق النهاردة يمكن في خط الدفاع موجود كريمة ديبيس طبعا 2003 يمكن شوفناها قبل كده معتز محمد الظهوري الأول مواليد 2005 في خط الوسط كمان موجود محمد عبدالله مواليد 2005 كريمة عثمون 2003 أحمد خالد شهير بكابوكا مواليد برضو 2005 ميدو نبيل يمكن ظهر مع الفريل الأول من قبل السنة فات في بطولة كاسر ربطة وآخر مباراة الدوري مواليد 2004 محمد أشرف أحمد أشرف شقيق محمد أشرف ده مواليد 2003 برضو خط الوسط وكمان طبعا الناس اللي شايفتها قبل كده كتير رقفة خليل 2004 ومحمد زعلوك 2005 نتمنى طبعا تبقى لرؤية الجهاز الفني من يكون موجود أو كده يكون التوفيم طبعا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الأسيين موجودين النهاردة في القائمة كمان يمكن الرامي رابع موجود محمد عبد المنعم خدع فتاح أحمد نبيل كوكا طبعا مواليد 2001 ولكن دايما شفنا كتير جدا موجود محمد فخري محمد ضوي كريست ومحمد الناس كتير جدا بتنسى أنه مواليد 2003 هو اللاعب مقايد تحت السنة أيضا فإن شاء الله كمان عمعكم محمد طهر محمد طهر واحد من العراس الأسيين اللي كانت موجودة دايما فريقنا دي الأهل إن شاء الله التوليفة دي كان هدفه نواية رايح اللاعبة هدفه أكيد برضو النهاردة أنه يشوف لعبة جديدة يكون فيه مولد نجوم جدا بإذن الله رب العالمين يكونوا زخيرة للفريق تعرف موسطن طويل وشك جدا محمد على كافة الأصائد سواء محليا كذا بطولة وكمان أفريقيا من تدخل تقريبا في طلب بطولات أفريقيا بداية من السبع الأفريقي وكمان الدور الممتاز الأفريقي ودور أبطال أفريقيا فأعتقد أنك ستكون محتاج كل اللاعبين اللي في القائمة خاصة أن القائمة المحلية هي فقط 30 لعب أكيد ستكون محتاج مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين تحت السن تكون زخيرة إضافية معاك محمد وإن شاء الله ده عهدنا دايما بلعبين نادي الأهلي اللي دايما متأسسين ومتربين على أن المركز الأول منفع شغيره مع نادي الأهلي أعتقد أنهم إن شاء الله يكونوا خير عاون للجهاز الفني خلال الفترة الجاية إقامة فريق النادي الأهلي في برج العرب طيب